اهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام من كل مكان متابعي ببنامج لقاء خاص كما تعلمون تغطيتنا مستمرة عن مجموعة العشرين وقمة مجموعة العشرين التي تقام في المملكة العربية السعودية ومن ضمن مسارات المجموعة العشرين هي مسار مجموعة التواصل ولقاءنا اليوم مع المهندس ناصر الجريد رئيس مجموعة التواصل العمال اهلا ومرحبا بكم مهندس اهلا ومرحبا فيك والهم ومرحبا بمشاهدين نحن مثمنين كثيرا للأعمال التي تقوم بها في اللجان العمالية وغيرها في ال 20 ومجموعة التواصل العمال بداية ما هي اللجان العمالية وما الفرق بينها وبين النقابات العمالية على مستوى العهل بداية لما نتكلم عن اللجان العمالية نتكلم عن مجموعة من العاملين منتخبين يمثلون العامل وصوت العامل ويوصلون صوتها إلى المسؤولين حتى يتم وضع التوازن في سوق العمل ما بين أصحاب العمل والعمال عندما نقارن بين اللجان العمالية والنقبات العمالية لا يوجد فرق بين النقبات واللجان حيث أنها الآن في إطارها الجديد إطار اللجان الذي قره في عام 2019 يعتبر تمثيل للعمال متكامل منتخب من العمال ومشابه كثيرا للنقبات العمالية الدولية وبناء عليها يحدث التمثيل العمالي بالانتخاب أصبحنا ممثلين بشكل رسمي في جميع اللجان واللقابات العالمية نعم صحيح من بعد تشكيل اللجنة الوطنية في عام 2019 شهر يناير انطلقت أعمال اللجنة العمالية الوطنية وبدأنا في التواصل مع الاتحادات الدولية ومنظمات دولية مثل منظمة العمل الدولي الايلو وأيضا الاتحاد الدولي للنقبات الاي توي سي ووضعنا شبه علاقة تشاركية واعتراف دولي لللجنة الوطنية لللجان العمالية طيب تاريخ تأسيس اللجان العمالية بدأنا نتفهم كثيرا للجان العمالية تأسست وأيضا نتحدث أيضا عن مراحلها إذا نتكلم عن تأسيس اللجان يجب أن نرجع بالتاريخ إلى عام 2001 عندما أقر رحمة الله عليه سيدي خادم حامل الشريفين الملك فهد بن أبو الأزيز رحمة الله عليه أقر تأسيس اللجان في القطاع الخاص من ذلك الوقت بدأت على استحياء إنشاء اللجان وكلنا كنا نتطلع أن يكون انطلاقة قوية في هذا الوقت ولكن لم تكن الثقافة العمالية الموجودة بين العاملين تصل إلى مستوى الحرص على إنشاء هذه اللجان لأنها حق خاص للعامل أي جهة قطاع خاص لديها أكثر مئة عامل سعودي داخل القطاع تستطيع أن تؤشر الأجنة بدأت الانطلاقة خجولة في عام 2004 تقريبا كانت انشأت لجنة أرامكو ولجنة الانتصالات السعودية في أول سنة وتبعتها اللجان متتابعة ولكن كانت النقلة النوعية التي حدثت في عام 2019 في عهد سيدي خادم حامل الشريفين الملك سلمان كانت نقلة نوعية وذلك أنها هي الانطلاق الأساسية للجنة الوطنية التي تتبر مظلة لهذه اللجان القائمة طيب يعني نتكلم عن هدف من تأسيس اللجان وهل تختلف من منطقة إلى دولة أو إلى قوانين يعني ما الفرق بينها هو عالميا اللجان العمالية هي التمثيل الوحيد العمال في كل دولة بعض الدول يكون فيها أكثر من اتحاد يمثل العمال بعضها يكون فيها التمثيل بالإقطاعي يعني قطاع مثلا البترول قطاع الاتصالات قطاع مثلا المبيعات التجزية قطاع البناء يكون فيها نقابات مستقلة حسب القطاع وحسب نوع المهنة وهناك والغالبية أنه يكون النقابات عامة تشمل جميع هذه القطاعات ويكون فيها داخل المنشآت وهذا النموذج الاستخدام في المملكة العربية السعودية كل جهة كل منشآت تنشأ فيها لجنة يجب أن تكون لجنة تمثل جميع العاملين في هذه المنشآت بغض النظر عن مهنتهم بغض النظر عن جنسيتهم تشمل جميع العاملين في هذه الجهة وتقوم بدور التواصل وتوصيل متطلبات العاملين وحمايتهم وما يعنى بكل قضايا العمال طيب يعني تشريعاتكم نفسها الأكثر للمشاهدين الكرام تشريعاتكم تأخذونها من المملكة العربية السعودية أم تقتبسون بعض التشريعات العالمية أو الموارسات لبعض النقابات العالمية إذا كنا نتكلم عن التشريعات طبعا جميعنا في مظلة تشريعات المملكة العربية السعودية ويجب أن نكون جميع سياساتنا وآلياتنا تحت مظلة الإنظام الحكومي ولكن إذا تكلمنا عن التنظيم الداخلي نتكلم عن لائحة داخلية للجهة العمالية لا هي متطابقة مع المنقابات حيث يوجد هناك مثلا لجهة فرعية تعنى بقضايا العاملين هناك أيضا مجلس إدارة يعنى بالأشياء الإدارية الخاصة باللجنة من رئيس ونائب وأيضا يوجد أمين عام يعنى بالشؤون التنفيذية في اللجنة هناك فرق منبثقة تقف على بعض القضايا الخاصة بالعاملين أيضا هناك لجهة مشتركة مع الجهات الحكومية إذا تطلب الأمر مثل وزارة الموارد البشرية مثل أيضا الغرف التجارية وأيضا وليس أخيرا اللي هو المحاكم العمالية والتي لدينا علاقة وطيدة معهم بحكم دخولنا في كثير من القضايا العمالية مجموعة تواصل العمال العنيت بكلمة من خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ماذا يعني لكم هذا الاهتمام من القيادة؟ للأمانة في بداية تنظيمنا لقمة العشرين كنا حريصين كل الحرص أنها تكون ناجحة ولعل تتويج النجاح كان بإلقاء كلمة سيدي خادم الحرمين الشريفين خلال القمة كانت جدا معبرة الكلمة سيدي خادم الحرمين الشريفين تكلم عن تمكين العمال أيضا عن تمكين جميع فئات العمال سواء النساء أو حتى الشباب سيدي خادم الحرمين الشريفين عندما وجه كلمتها لجميع عمال العالم وكانت رسالة واضحة للجميع على حرص قيادتنا حفظها الله على إنجاح قمة العشرين أولا وإنجاح جميع السياسات التي طرحت خلال القمة وخصوصا قمة العمال سيدي خصنا بهذه الكلمة التي كانت أمام جميع الاتحادات الدولية وشركائنا الدوليين وأيضا جميع العمال الذين كانوا يتابعون القمة على مستوى العالم طيب مهندس لو تحدثنا عن سياساتكم في هذه المجموعة ما هي اللجان التنسيقية مع النقابات العالمية ماذا يحدث داخل مجموعة العشرين من مجموعة التواصل أحب أن أشرح لك في البداية تشكيل الهيكل الرئيسي للـ L20 للمجموعة التواصل العمال المجموعة التواصل العمال يقرأسها عادة الاتحاد العمالي في البلد المستضيفة واللي يمثلها الآن اللجنة الوطنية اللجان العمالية يكون فيها رئيس اللجنة الوطنية هو رئيس الـ L20 ويكون الشيربا هو نائب رئيس اللجنة الوطنية أيضا لدينا شركاء دوليين في تنظيم القمة مثل الـ I2C اللي هم الاتحاد الدولي للنقابات وأيضا لجنة الاستشارية الدولية اللي هي التواك كلجنة استشارية معنا في تنظيم القمة أيضا لدينا أكثر من 19 اتحاد دولي في 19 دولة بإضافة إلى الاتحاد الأوروبي هذولي كلهم شركاء معانا في التنظيم بالإضافة إلى منظمة العمال الدولية هذا الكيان الكامل للـ L20 انبثقت أهدافنا وسياساتنا من الأهداف التي قررت هذه السنة لتنظيم المملكة لقمة العشرين كما نعرف أن عندنا هداف ثلاثة أساسية وأضعاتها المملكة ابتداء من تمكين الإنسان وعطاء فرص العمل وفتح المجالات الازدهار للإنسان أيضا حماية الكوكب وجميع ما يعنى بالكوكب وأيضا حمايته مثلا من الانبعاثات المناخية والتكلم الآن الجميع عن الزيرو كاربون وكيف أننا ننتقل إلى بيئة تكون صديقة للإنسان والبشر أيضا عنيت القمة بموضوع إعطاء فرصة للجميع في الابتكارات التكنولوجية الحديثة وهذه أيضا كانت من المحاول الأساسية التي اشتغلنا عليه الثلاث أهداف الرئيسية التي وضعتها وضعتها المملكة انبثقت منها أهدافنا الأساسية وضعنا منها تقريبا سبعة تاسك فورس وثامنة احتياطية كانت التاسك فورس تتكلم عن مستقبل العمل تتكلم عن التغييرات المناخية أيضا عن إدماج الشباب والنساء في العمل أيضا لدينا مجموعة تطوير ومجموعة التعليم حرصنا على موضوع التعليم ومخرجات التعليم الخاصة بالسوق العمل والأخيرة كانت تتكلم عن فرص التوظيف وهذه كانت متزامنة مع الوركين جروب الخاصة بالعمل التي رأسها وزراء العمل في الدول العشرية لعلك تحدثت في المحور التي تحدثت عن الآن عن يمكن المسارات والأهداف التي ستطرحونها في مجموعتها أو طرحتوها في بعض الاجتماعات هل هناك قضايا رئيسية تم طرحها من خلال هذه المسارات وماذا عن الصعوبات في هذه القضايا إذا نتكلم عن المسارات الرئيسية لا نغفل جميعا أن تنظيمنا لهذا العام لهذا العام مر بظروف خاصة وهي جائحة كورونا جائحة كورونا ألقت بظلالها على جميع نستطيع أن نقول الجماعات الخاصة فينا لأننا لا نستطيع أن نناقش أي قضية بدون الأثر الخاص بجائحة كورونا لذلك كان المسار الأساسي لدينا والموضوع الذي تطرقنا له وركزنا على موضوع حماية العام خلال فترة جائحة كورونا جميعنا نعرف أن الجميع تضرر الأثر كان على جميع دول العالم الأثر كان على أصحاب العمل الأثر كان على العمال الأثر كان على الحكومات حتى إذا رأينا الإجراءات التي عملت في جميع الدول التي تأثرت بالجائحة جميعها كانت تريد حماية الاقتصاد تريد حماية الإنسان من ناحية الصحية والجانب الأهم الذي يهمناه نحن الجانب بحماية العامل لأنه كثير من العمال خسر وظائفهم نتكلم عن أرقام جدا كبيرة ذكرت في منظمة عمل الدولية 4.5 مليون وظيفة خسرت أكثر من الأرقام الكبيرة الآن تتكلم عن 40 مليون إصابة هذه كلها كان أثرها سلبي على العاملين في البداية وعلى الإنسان بشكل عام وأيضا على الاقتصاد ولكن كنا نخشى أن يكون الإجراءات الاحترازية لا تنظر إلى حاجة العامل وظروف العامل إن شاء الله نأمن أن تكون جائحة كورونا فترة أزمة وبإذن الله سيتم إن شاء الله إيجاد علاج لها وسننتقل مرحلة ما بعد كورونا لذلك إحنا لدينا إن شاء الله خلال أسبوعين سيكون عندنا إن شاء الله أيضا قمة وإجتماع ندوة خاصة بالسكند ويف اللي هي الموجة الثانية كيف ما تعلمنا من الموجة الأولى كيف نستطيع أن نتجاوزها ولا ننسى في هذه اللحظة أن نذكر مقامة بحكومة خادم حمد الشريفين عندما قرر سيدي خادم حمد الشريفين بحماية العمال وتحمل الحكومة للرواتب العاملين الأكثر من 70% من العاملين في المنشآت وكان هذا للأمانة يعني إنقاذ لكثير من الشركات والمؤسسات التي تأثرت خلال فترة الإيقاف الكامل للأعمال أتت جي 20 وما في شك أنه كنتم محاضرين لمجموعة من القضايا وكيف تطرحونها وأيضا المعالجات جائحة كورونا مما لا شك فيه إن غيرت كثيرا من الخارطة التي كنتم ترسمون لها كيف استطعتم أن تطرحوا جائحة كورونا وكيف المعالجة لها وكيف يعني الحفاظ على العمال أيضا نخترتوا نموذج من المملكة العربية السعودية كيف استطعتم في هذه الفترة القصيرة أن تطرحوا نموذج جيد أمام يعني اللجان والنقابات ومجموعات التواصل العالمية لو نرجع للتنظيم الماء السابق الذي كان في اليابان العام الماضي كانوا يتكلمون عن الأزمات الاقتصادية التي تمروا البلدان وكانوا يتكلمون عن أزمة 2008 ويتكلمون عن أزمة 99-98 هذه الأزمات في ذلك الوقت عندما نطرحها أحنا كعمال ونتكلم عن ضرورة الحرص على حماية العاملين عندما تحدث أزمة اقتصادية أو صحية في الأخير هي اقتصادية كانوا يعني لا يعطون أتكلم عن المسؤولين الاقتصاديين لا يرون أن هذا الموضوع قد يصل إلى مرحلة الأزمة ولكن أعتقد ما حدث في أزمة كورونا كان مثال يعني أعطى الجميع أنه يجب أن نكون نحن مستعدين للجوائح الله يكفينا الشر الأخرى متوقع يعني أنه عندك الاقتصاد الآن في تذبذب لأن لما تتكلم عن الاقتصاد العالمي خلال الفترة الماضية وخلال فترة جائحة كورونا ما زالت التذبذب موجود أيضا أنت ذكرت المثال اللي إحنا استخدمناه خلال فترة ترأسنا لقمة العشرين إحنا تكلمنا عن مثالنا في السعودية ماذا عملت الحكومة كنموذج واخذنا كنموذج الجانبين الجانب الأول الجانب اللي يخص الاقتصاد وهو دعم سيدي خدمة الشريفين للاقتصاد السعودي بشكل عام وأيضا الدعم الخاص بالعاملين أيضا النقطة الثالثة هي موضوع الاحترازات يعني جميعنا رأينا كيف أن السعودية كانت ردة الفعل السريعة بمسؤولينها ولجنة الأزمة العلية التي اتخذت بقيادة سيدي ولي العهد اتخذت الإجراءات الصارمة لإيقاف هذا التوسع للوباء والله الحمد الآن نحن نتكلم عنه إلى حد كبير في إن شاء الله جلال الوباء هذا مثال ونموذج تذكرناه خلال الندوات وخلال الاجتماعات السابقة الجميع أشاد بهذه اللقاءات أيضا لا ننسى إشادت منظمة الصحة العالمية عندما تكلمت عن الإجراءات التي عملتها المملكة العربية السعودية نحن خلال فترة الحج خلال العمر اللي فتحت مؤخرا تنظيمات جدا قوية وجدا صارمة مثال يحتذا به لذلك كنا حريصين خلال القمة وخلال الاجتماعات الثنائية التي نعرقدها خلال الندوات أن نتكلم عن هذا المثال وهذا النموذج وأن تحذو كثير من الدول التي مع الأسف يعني كثير منهم لم تتخذ إجراءات الصارمة القوية خصوصا فيما يخص حماية الإنسان وحماية العالم خصوصا بعضهم دول عضو كبيرة يعني فقدت وضائف بالملايين نحن نتكلم عن شركاتنا الآن مثلا الإيطاليا المنظم السنة القادمة الجي تونتي ستكون في إيطاليا هم عندهم الآن أزمة كبيرة ومتوقع أنه ما زالت الأزمة لم تنتهي بريطانيا مثلا كما ذكرت أيضا فرنسا فيها مشكلة أسبانيا الآن فيها مشكلة حتى إذا رحنا لأمريكا الجنوبية عندنا البرازيل وعندنا عدة دول الآن متأثرة نحمد الله أن لدينا قيادة اتخذت الإجراءات وهذا ما يشرفنا ويزيدنا فخر في السعودية العربية أن نحن تحت قيادة سيدي خالد محمد الشريفين وسيدي وليل عهد الحفاظ على الوظائف أيضا حقوق العمال أيضا إلى جانب الابتكار هذه ثلاث ركائز دائما تطرح في أي لجان عمالية كيف نقشتموها في مجموعة العشرين أو في التونتي إذا كانت كمجموعة خاصة أصعب موضوع أن أتكلم عنه دائما هو موضوع الحفاظ على الوظائف وتوليد الوظائف الجميع ترى يعرف أنه تغير الآن السلوب الاقتصادي الحديث الآن التكنولوجيا دخلت بقوة ولعل الجائحة سرعت من العجلة دخول الاقتصاد الرقمي وهذا سبب أنه مشكلة كبيرة نحن لسنا ضد التطور ولسنا ضد أنه يكون فيه يعني تسريع للانتقال العادل إلى الاقتصاد الرقمي ولكن هذا يعني كثير من الوظائف سنسميها الليجاسي اللي هي تعنى بالوظائف التقليدية الوظائف المعتادة الوظائف التي تعمل يدويا هذه الكثير من الناس سنستغني عنها نتكلم حتى مثلا البنوك الآن بدأت كثير من البنوك تعتمد على الويب سايت تعتمد على المكائن الالكترونيك ميشين لخدمة العملاء وتستغني عن الموظائف خدمة العملاء أيضا نتكلم عن الأعمال في المصانع المصانع الآن بدأ الروبوت يأخذ مكان الإنسان هذه النقاط بما أننا نحن مع التقدم الاقتصادي والتقني ولكن بالمقابل نتكلم عن الانتقال العادل لذلك احنا تبنينا خلال قمة العشرين الـ 20 وأيضا خلال تنظيم العام الماضي في جينيف مؤتمر العمل الدولي تبنينا فكرة الانتقال العادل بمعنى أنه يتم بالتوازي انتقال إلى الوظائف الحديثة بالموظفين الجدد وتطويرهم وتأهيلهم ومخرجات تعليم تكون متوافقة مع السوق الجديدة أيضا من جانب آخر الموظفين الحاليين يجب أن نعمل لهم ريسكل وتطويرهم وأبسكل بحيث أنك أنت ترفع مستواهم ومهارتهم إلى أن يستطيعوا أن يمشوا مع موجة المستقبل الحديث نحن ضد استغناء عن أي عامل يعمل يجب أن الموظف الوظيفة هي حق للموظف ولا يحق لنا أن نحن بكل سهولة نستغني بحجة أن ننتقل إلى التقنية يجب أن نسعى ونعمل لتطوير موظفينا وتطويرهم حتى ينتقلوا معنا الوظائف الجديدة ومستقبلية ترتفتح فرص أكثر تفتح مجال أوسع نستطيع أن ننتقل بجميع الموظفين إلى مجالات أخرى نستطيع أن نطورهم إلى عمال أخرى لذلك ترى بعض الشركات الآن الكبرى في المملكة كان من سياساتها هو طريقة وآلية تطوير ورفع مهارات الموظفين وهذا أفضل من أن نستغني عنهم بعض الشركات لا أريد أن أمثل بعض الشركات الموجودة في السعودية الآن بدأت تفتح شركات فرعية تحتها في المجالات المستقبلية وتدمج الشباب والموظفين فيها وهذا نؤيده لذلك حتى في الـ 20 لما تكلمت عن المشكلة الدولية وليست فقط في السعودية لما ذكرنا موضوع الانتقال العادل فيما يخص سواء الانتقال البيئي أو حتى الانتقال النيو تكنولوجي ركزنا كثيرا على موضوع أن يكون الانتقال العادل بحيث أن نضمن انتقال الموظفين معانا للوظائف الحديثة وأيضا إدماج الوظائف الجدد للشباب والنساء طيب الشباب والنساء اختتمت فيها هذا المحور تمكين الشباب والمرأة أحد الأجندة للمجموعة العشرين وأنا كما نعلم أنه أحد مساراتكم في الـ 20 أين وصلتم في هذا الملف؟ وهل السعودية لديها نموذج تستطيع تقديمه في خصوصا نموذج المرأة وتمكينها في G20؟ تمكين الشباب والمرأة ما زال صعوبة كبيرة على مستوى العالم وما زالت دول G20 وإحنا في الـ 20 نعاني كثيرا في موضوع إدماج المرأة في مجالات العمل بشكل عام ويعطاها فرصة كما يعطى فرص الأخرى أيضا فرص الشباب لأنه عندما تتكلم عن فرص حديثة وللشباب معناها تتكلم عن اقتصاد حديثة تتكلم عن تطوير توسيع الأنشطة الآن لما تتكلم عن اقتصاد بشكل عام في العالم في مر بركود معناها تقل الوظائف تقل الفرص الحديثة أيضا تقل فرص لدخول الشباب وإدماجهم في العمل ولكن احنا في السعودية ولله الحمد ترى الوضع عندنا أفضل بكثير من كثير من الدول خصوصا فيما يخص توظيف المرأة الآن والحمد لله يعني بعد يعني الرؤية للوطن خلال من 2016 إلى الآن انتقلنا نقلة نوعية في موضوع توظيف النساء فتحت فرص كثيرة ولعل يعني الانتقال هذا ساعد في تقليل نسبة الفروقات بين توظيف الرجل والمرأة ولكن احنا في الـ 20 نتكلم عالميا ما زال الموضوع يتبرى تحدي لذلك احنا وضعنا أحد السياسات الأساسية وهذا ما تم رفعه إلى قيادة القمة باسم المجموعة التواصل العمال وطالبنا إعطاء مزيدا من الدعم لإدماج النساء والشباب في سوق العمل طيب لعني أسألك سؤال مختص قبل المحور الأخير لماذا يعني هذه الدول التي مكنت المرأة من يعني عشرات السنين الماضية لا زال يعانون في تمكين المرأة ماذا يحدث عند بعض الدول الكبرى يعني لماذا لم تتمكن المرأة بشكل كبير ويعانون ولا زال تطرح في كل مجموعة أو في كل يعني قمة المجموعة العشرين كما ذكرت هو في جميع دول العالم الآن يعتبر تحدي موضوع إدماج المرأة باختلاف طبعا مستويات الإدماج في بعض الدول ولكن عندما مجرد رغبة الدولة في دعم توظيف النساء مثلا يجب أن يرافق هذا رؤية وخطة محلية للدولة نفسها لإدماجهم نرى احنا في السعودية مثلا احنا قبل عشر سنوات لم يكن لدينا الفرصة لتوظيف النساء إلا في مجالات معينة الآن في الرؤية الأخيرة ورؤية سيدي وليل عهد الأمير محمد بن سلمان الله يحفظه ورسمت خطوط عريضة كيف يتم إدماجها بالتزام بتقاليدنا وتعريم ديننا من ناحية أخرى اعطاها كل فرصة ممكنة تعمل فيه لذلك تجدها تعمل الآن في شركات في مصانع أنا زرت بعض المصانع الآن خط إنتاج كامل نسائي 100% ونسبة الموظفات فيه وأنا أشكر هذه المصانع التي سارعت يتوظيفهم أيضا من الأشياء التي ساعدت على توظيف المرأة في السعودية أن تم اختيار الوظائف المناسب يعني مش مقول أنك أنت تدع المرأة تعمل في أعمال شاقة أو في أعمال صعبة ولديك أعمال أخرى يعني سهلة أيضا نحن مع إعطاء الفرصة للجميع الجنسيات وإخواننا والوافدين الذين يعملون في السعودية ولكن ابن البلد أولى في هذه الوظائف لذلك تم الاستعانة بهذه الاستقراب الموظفات السعوديات مكان الوظائف التي تشغل بعد رحيل الوافدين زي ما نعرف أنه السيدات السعوديات الآن يعني وصلوا إلى مراحل جدا راقية سواء في التعليم أو حتى في الوظائف وجدنا الآن مدراء يعني كبار ومستويات عالية للبعض السيدات أيضا وصلوا إلى مستوى نائب وزير ووصلت إلى مستوى ووكي الوزارة أيضا لدينا شركات ترأسها سيدات يمكن الأخت راني نشار معنا في الجي تونتي خير دليل هي رئيسة شركة سامبا وبنك سامبا وهي مثال للمرأة السعودية القادرة على قيادة العمل لذلك لو تنظر خلال قمة العشرين وضع مجلس خاص للمرأة وكان يناقش موضوع إعطاء الفرص القيادية للنساء بس ومستوى العالم لذلك قد نكون إحنا بدأنا بعد العالم نعم واستفدنا من تجارب الأخير واستفدنا منهم وبإذن الله سنسبقهم بإذن واحدة كأنك تقول أن لكل دولة لها طبيعتها الثقافية والاجتماعية تبنى كل هذه السياسات بناء على كل هذه المسارات سواء الاجتماعية الثقافية بتأكيد بتأكيد الآن لو تزور مثلا دول أوروبا مثلا تجد النظام لديها والطبيعة العمل لديهم والأنشطة والسياسات مختلفة عن ما يوجد في أمريكا الجنوبية أيضا في شرق آسيا تتكلم عن دول شمال أوروبا أيضا تختلف عن وسط أوروبا لذلك لم يكن المستوى دعمهم للمرأة كما يجب لذلك تلاقي جميع المنظمات الدولية دائما تطالب هذا الموضوع رغم أنهم سبقون كثيرا في إعطاء الفرص للنساء ولكن ما زال السوق يعني لا يعطي المرأة حقها أنا أعطيك مثال بعض الدول أنا لن أذكر أسماء ولكن بعض الدول في أوروبا في أوروبا الآن ما زالت المرأة راتبها يختلف الرجل نفس الوظيفة ونفس العمل ولكن إذا كانت مرأة تأخذ 75% مرأة هم أكثر ناس يطالبون وهم أكثر ناس يطالبون نحن في السعودية الآن الموظفة مثل الموظفة مدرس أو مدرسة مدير أو مدير تأخذ نفس الراتب بدون أي تمييز لا يوجد لدينا تمييز الجنس أخيرا مهندس يعني كيف رأيتم وعي سواء في مجموعة العشرين من الدول عن ما يقوم به اللجان العمالية أو النقابات العمالية كيف رأيتم محليا وأيضا على المستوى الدولي نتكلم أولا دوليا بالنسبة للنقابات العمالية بشكل عام أو اللجان العمالية لها تأثير قوي فيما يخص تنظيمات العمل الدولية جميع الاتحادات والنقابات الدولية داخل دولها يكون لها بصمة فيما يخص سياسات العمل فيما يخص نظام العمل فيما يخص الحماية للعمال وهذا اللي نحن إن شاء الله نسعى لها أيضا في السعودية إذا تكلمنا عن موضوع اللجان العمالية في المملكة العربية السعودية ما زال موضوع الثقافة العمالية جدا يعني لا تصل إلى المستوى المأمول نطمح إن شاء الله يعني بعد جهود الأخوان في اللجنة اللجنة الوطنية وأيضا زملائنا في اللجان العمالية في الشركات بث هذه الثقافة وبث هذه المعلومات لجميع العاملين نستطيع أن نحن بشراكتنا الآن مع المحاكم العمالية وشراكتنا مع وزارة الموارد البشرية أيضا مع هيئة حقوق الإنسان وشراكتنا مع الغرفة التجارية أن يصير لنا دور كبير في نقل الثقافة هذه ثقافة النقابات العمالية والحق العمالي ويصبح للعامل صوت ونستطيع أن نتكلم ونستطيع أن نساعد فيما يخص تطوير وتحسين نظام العمل بما يحفظ حق الطرفين حق صاحب العمل وحق العمل شكرا لكم مهندس ناصر الجريد رئيس مجموعة تواصل العمال نتمنى لكم التوفيق ونتمنى لكم أيضا زملاء التوفيق في هذه المهمة الكبيرة شكرا لك الله يسر وأنتم مشاهدين الكرام لكم الشكر الجزيل لتخصيص وقت من وقاتكم لمتابعتنا صلتنا الضوء اليوم على أحدى المجموعات الهامة وهي مجموعة تواصل العمال وما يقدمونا في قمة مجموعة العشرين من قضايا من تقديم بعض النماذج تمكين الشباب الابتكار أشياء كثر تحدثنا في هذا اللقاء بإذن الله نلتقيكم في لقاء آخر في حفظ الله ورعايته